هنروح للكاراتيه كاراتيه النادي الاهلي دائما بخير كاراتيه النادي الاهلي خرج ابطال عالمين وابطال اولمبيين كاراتيه الاهلي يتوج بلقب الدوري الممتاز للسيدات الفريق الاول لسيدات الكاراتيه بالنادي الاهلي نجح في الفوز بلقب الدوري الممتاز في منافسات الكوميتيه للموسم الثالث على التوالي وده بعد ما حقق فرينا نتائج كويسة جدا البطولة تلعبت بمشاركة 13 فريق وهم الأهل وطلاع الجيش والطيران والبنك الأهلي واسموحة والأولمبي والزهور والمؤسسة العسكرية وحضائق الأهرام واليبلس ومرأة 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 الشباب والرأة العرب والشمس والتحاد المنزلة فرقتنا كانت فازت في كل مطشطها اللي تلعبت وتعدلت مطش واحد بس قدام نادي اسموحة عشان حق اللقب عن جدارة واستحقاق قائمة فريقنا في الدوري ده ضمت ياسمين الهواري وحبيبة مجدي وسندس عادل ورد والسيد وأمينة الورداني والصائدة فاطمة عبد الناصر وبيقود فريقنا كابتن أشرف صالح كمدير فني ومحمد عاطف مدرب الفريق وحاتم يوسف مدرب عام ومتحة ممدوح المدرب النفسي وأحمد عبد العزيز طبيب الفريق وياسر علي وعبد الناصر عبد الكريم وسيد شامة مديرين إداريين وده تحت قيادة الفنية لدكتور مراد عاصب رئيس جهاز الكاراتي ومحمد حسن مدير الجهاز ألف من يوم مبروك لكاراتي النادي الأهلي